أنا سمعت إن فيه تحديث جديد اسمه HyperOS ولم باي لشاومي هل هينزل لي التحديث ده؟ تحديث الـ HyperOS الجديد وهو التحديث القادم لهواتف شاومي واضح إن شاومي غيرت اسم التحديث بتاعها من الـ MIUI للـ HyperOS والنظام الجديد اللي حينزلوه لهواتفهم القادمة وحيبعتوا التحديث ده لبعض الهواتف اللي بالفعل أصدرت لشاومي واضح إن تغيير الاسم ده عشان يضيعوا فكرة الوحشة عن تحديث الـ MIUI إن هو تحديث سيء وتحديث ده النظام الجديد القادم لهواتف شاومي طب إزاي أعرف بقى إن التحديث ده جايل تليفوني وإيه التليفونات اللي حيوصل لها بتحديث ده؟ كل عليك إنك حتثبت التطبيق ده MIUI دولودر & HyperOS حساب لك اللينك بتاعه في المقال موجود في وصل الفيديو أو في أول تعليق والذي زي ما انت شايف كده بعد ما بتثبته بيبدأ يحمل شوية حيبدأ يظهر لك التحديث ده هل هو بالفعل متاح لتليفونك وحينزل لتليفونك أو لا؟ ده كمان هنا بيقولك إذا كان تليفونك نفسه لتحديث موجودة على شاومي ولا لا؟ يعني ادخل دور دلوقتي على التحديث أو تحمل الملفة بتاع التحديث بشكل كامل كمان في التطبيق تقدر تشوف إذا كان تليفونك نزله تحديثات تجربية نسخ تجربية يعني أو روم معدل اللي هو الـ EU أو اللي بيسمى الأوروبي وده اللي بنزله على الأجهزة النسخة الصينية اللي مش دعمة لخدمات جوجل واللغة العربية أو طبعا لو أنت عايز تاخد كل مميزات النسخة الصينية في الـ ROOM Global طبعا ده روم معدل وزي ما احنا متعودين السؤال إمتى حيوصل بقى التحديث لتليفونك لو تليفونك داعمي الإجابة دي مش عند أي حد لأن شاومي بتبدأ تجرب التحديث بتاعها على التليفون كنسخة تجربية أو نسخة تجربية مغلقة أولا وبعد ما بيبقى تجريبي مغلق بيصدر النسخة النهائية بعدها واللي هتوصل لك ساعتها في إشعار وحيجيلك برضو على التطبيق ده إن جالك تحديث ادخل حدث بس على الأقل اللي عرفنا إن التليفون دا هيوصل له التحديث الجديد ما تتنساش بقى تشوف الحلقة اللي موجودة هنا لو عايز تشوف خدع وتريكات خاصة بموبايل شاومي موجودة في موبايل شاومي مخفية تقدر تشوفها في الحلقة اللي موجودة هنا